قال لما قال ترجع لأحكام اليقين فلا يزيل الشكل اليقين قال والأصل في مياهنا الطهارة كل ماء طهر طهر وطهور سواء كان هذا الماء ماء بحر أو نهر أو عيون نزل من السماء أو نبع من الأرض أو جرع الأرض راكض متحرك كثير قليل كل مياه الأصل في أنها طاهر حتى قال لما صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وقال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهور والسؤول للنبي صلى الله عليه وسلم المحر قال هو الطهور ماء هو الحل ميتته فكل ماء يعتبر طهور إلا إذا تيقن أنه قد تنجس بنجاسة فتنجست أحد أوصاف الثلاثة إما لونه أو طعمه أو ريحه اللون يرى بالعين والرائحة الشم والطعم كما لو تذوقه بالخطأ فوجد فيه نجاسة فيتجنب غير ذاك من المياه الأصل في أنها طهور الماء طهور بعض الفقهاء بعض المذاهب قسم الماء إلى طاهر وطهور ونجس وأتى بمثالين اثنين للماء الطاهر ومعنى طاهر أنه طاهر بنفسه لكن غير مطهر لغيره يعني لا يرفع الحدث لا يصلح لا للوضوغ والا اقتصال ما هو هذا الماء؟ قال الماء الذي غمست به يد نائم نوم ليل طويل استدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدهم النوم فلا يغمس يديه في الإناء حتى يقسلهما كم؟ ثلاثا فقال لو أن الشخصا ما استيقظ من النوم ولم يقسل يديه ثلاثا غمسه في الإناء مباشرة فأصبح هذا الماء حينئذ عنده طاهر لكنه ليس طهورا النوعثا قال ماء خلت فيه امرأة ماء خلت فيه امرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل التوضى بفضل وضوء المرأة ففهموا من هذا الحديث أن لو أن امرأة توضت بماء والباقي الماء الفاضل من الماء قد خلت به سلبه الطهورية أصبح طاهرا لك ليس بطهور والصحيح أن الماء طهور أو نجس طهور على الأصل والأصل في مياهنا الطهارة كل المياه طاهرة ومطهرة إلا إذا تغيرت أحد وصف الثلاثة لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فحين يصبح نجسا إذا تغير بطاهر إذا تغير بطاهر فماذا يصبح يبقى طاهرا طهورا وقعت فيه طهارة ورق شجر طين صدأ وقع فيه يبقى طاهر مطهر إلى متى حتى لا يعد ماء وضعنا في الشاي فتحول من ماء إلى شاي من ماء إلى قهوة فالله يقول فلم تجد ماء قال ما يش فتيمموا ما قال لتمسوا ساء الآخر تتوضع فيه فلا يجب أن تتوضع إنسان بشراب عصير أو بشاي أو بقهوة لماذا؟ لأن الله عزيزي أمرنا إذا لم نجد ماء أن نتيمم فاضبط هذا الأمر هذا الأمر وقع فيه خلاف طويل وهذا أيسر ما يقع أن الماء الأصل فيه أنه طهور ما دام اسمه ماء وقع فيه شيء مر عليه شيء انغمس فيه شيء ما زال ماء فهو طهور إلا ذا تغير من ماء أصبح شيء آخر فحين ذا لا يجزل وضع به لا لأنه نجس الشاي ما هو نجس لكن الشاي ليس ليس بماء هذا الشاي ليس بماء طيب وقع فيه طهور وما زال اسمه وقع فيه طهر وما زال اسمه ماء توضى به فوقعت فيه نجاسة فلم تغيره وماء وقعت فيه نجاسة لكن ما تأثر توضى فيه أو لا توضى إلى متى نتوضى فيه إذا تغير بنجاسة إذن إذا تغير بغير نجاسة نتوضى به إلى متى حتى يخرج عن اسم الماء وصار اسمه شاي صح إذا وقعت فيه نجاسة لكن لم يتغير نتوضى به إلى متى حتى يتغير بنجاسة فإذا تغير الماء بنجاسة صار نجسا لم يتغير ولو بنجاسة لكن ما تغير بقي طهورا وقع فيه ما وقع لكن ما زال اسمه ماء نتوضى به خرج عن مسمى الماء إلى الشاي لا نتوضى بالشاي طيب هذا كلام متعوب عليه ملخص هذا انتبه واستفد منه لو تذهب تقرأ تجد كلام طويل عريض قلتين قليل كثير عشرة بعشرة حركت أوله يتحرك آخره النجاسة الكثيرة القليلة لكن هكذا لخصها العلماء هذا ليس تلخيصي أنا لست إلا ناقل ما أنا إلا ناقل فلخصوها بهذا الكلام الجيد قالوا الماء يبقى ماء طهور تتوضى به ما دام اسمه ماء تحوى إلى شيء آخر ما تتوضى به تيت تيمم إذا ما كان عندك ماء وأما ما بقية المياه فهي الأصف فيها النطهور إلا إذا تنجست فيصبح إيش نجسا فلا يتوضى به طيب موسيقى